كم ايتم الموت من اطفال يا اخوة انه الموت الذي لا يرحم صغيرا ولا يطلب كفيلا ولا يقبل بديلا ولا يرحم ولا يعظم كبيرا ولا يوقر كبيرا ولا يعظم عظيما انه الموت انه الموت انه الموت ايها الاخوة لماذا لا نعتبر بالموت ولماذا لا نتذكر مصيرنا ونحن مشاثرون هذا نبيكم يموت صلى الله عليه وعليه وسلم ويمتلع قلب القلوب كانتلع قلوب المؤمين حزنا والما عليه تودعه ولو طلب منهم ان يفدوه بارواحهم لفعلوا الموت لا يقبل لو طلب من الصحابة ان يفدو رسول الله ان يفدو رسول الله بارواحهم واجسامهم وابنائهم لفعلوا الموت لا يقبل الا من نزل القرار فيه يستخلف ابو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فكان ابو بكر رحيما بالامة كان رحيما بالامة خليفة عادلا حكم بدين الله بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم ارتد من ارتد من العرب فقاتلهم حتى اعادهم الى الدين وفتح الفترحات وما هي الا ايام بل في سنتين وشهرين واذا بأبي بكر الذي حبته قلوب المؤمنين وحنت اليه قلوب المؤمنين ينزل فيه ينزل به ما نزل بالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم فهناك ينزل الموت بأبي بكر ينزل الموت فأتيه عائشة ام المؤمنين ابنته وتدخل عليه وهو في سياق الموت فتقول لعمرك ما يغني السرى عن الفتاة اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ما يغني الفتاة غناه وملكه وماله اذا نزل الاجل فتشت ابو بكر وجهه y frontal وقال ما هكذا ولكن قولي وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما إذا كنت منها انت منه تحيد جاءت فكرة الموت بالحق هذا الذي طالما أحد ثمرت منه فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ابو بكر الصديد رضي الله عنه اخذ ناقه من بيت المال فاعادها الى بيت المال واخذ شملة فاعادها الى بيت المال ولم يأخذ من بيت المال شيئا حتى قال له عمر لقد اتعبت من بعدك يا ابا بكر اتعبت من بعدك فيموت ابو بكر رضي الله عنه ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى اليسلم يلتحق الاخر بالاول فيلل خلافة عمر فيبقى فترة فينزل فيه ما نزل بصاحبه عمر يطعن وهو في صلاة الفجر ما ظلم ولكن اراد الله له ان يحقق له الشهادة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى اليسلم وعلى يد رجل كاتر ابي لعلقه المدوسي امر امر يودع الدنيا رضي الله عنه وعلى يقول العبد الله ابنه يا عبد الله اذهب الى ام المؤمن عائشة وقل لها يستأذن عمر ان يدفن بجوار صاحبي كان مهتما بهذا الامر ان يكون بجوار صاحبي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار ابي بكر ما طالما عاش معهما في الحياة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول خرجت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وفعلت انا وابو بكر وعمر فكان الرسول يذكر دائما ابا بكر وعمر امر يقول قل استأذن ام المؤمن عائشة وقل يستأذن عمر ان يدفن بجوار صاحبي ولا تقل قال امير المؤمنين فلست بعد اليوم اميرا للمؤمنين فذهب عبد الله بن عمر الى عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي تبكي على خليفة الامة تبكي على امير المؤمن عمر الذي فتح الفتحات ومصر الامصار تبكي عمر الذي جاءته كنوز كسرع وقيسر ملئت خزائن المسلمين بالاموال عمر يقول قبل ان يطعن باربعة ايام لان اعاش من الله لادعن ارامل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي كان مهموما بكل فرد من افراد هذه الامة لان احيان الله لادعن ارامل العراق اي فضلا عن ارامل الجزيرة لا يحتجن الى رجل بعدي انظر الى هذا الامل والى هذه الهمة لكن عاجلته المنية قبل ذلك فقال عبدالله بن عمر يا ام المؤمنين وهي تبكي عمر يستأذن ان يؤبر بجوار صاحبي فقالت لقد كنت ادخرته لنفسي والله لو ااثرنه اليوم على نفسي امر رضي الله عنه يرجو عبدالله بن عمر وعمر متجئ فيقولون يا امير المؤمنين هذا عبدالله قد رجع فيقول اجلسون فيجلس فيقول ما ورائك يا عبدالله قال الذي تشد يا امير المؤمنين لقد اذنت قال الحمد لله ما كان شائعهم منه مثل ذلك ثم بعد ذلك اوصى وصية المعروفة المسهورة اوصى بجميع المسلمين بالمهاجرين والانصار واوصى بجميع المسلمين الذين في الصغور وفي غيرهم اوصى بهم خيلا ثم دنى منه اجله قرب منه اجله جاء المبشرون يبشرونه بمشهرونه بماله عند الله هو الذي بشر بالجنة مرارا ولم يتكل ولم يتواكل بل كان يعمل ليلة نهار رضي الله عنه فيقول بعد ان يبشر ارجو اني اخرج منها كفاة لا لي ولا علي ارجو ان اخرج من هذه الامارة كفاة ليس لي اجر ولا علي اسم وهو الذي دخل في دين الله على يديه مئات الالاف وفتح البلدان الواسعة رضي الله عنه وقد اكتبه افضي به نفسي من عذاب ربي هذا الذي بشر بالجنة مرارا اشتد خوفه من لقاء الله كان رأسه في حجر ولديه عبد الله فقال لابنه عبد الله رضع رأسي في الارض فقال يا ابتي وظن ابن عمر ظن ولده انه يريد ان يتخلص من حجره قال يا امير المؤمنين ما ضرك ان يكون رأسك في حجري او في الارض قال له ضع رأسي في الارض لا ام لك قال الويل لي ولأمي ان لم يرحمه ربي يريد عمر ان يؤثر وجهه بالتراب امام الله من اجل ان يرحمه ربه يريد ان يؤثر وجهه بالتراب عنده في الكرأة من اجل ان يرحمه ربه ضع رأسي في الارض لا ام لك الويل لي ولأمي ان لم يرحمه ربي فنعن نقول الويل لدى لأم ذاتنا انمتنا ولم يرحمنا ربنا سبحانه وسعلا الويل لنا إن جاءت الثكرات ونحن متلطقون بالزنوب والمعنص الويل لنا الويل لنا إذا خرجنا من غم الدنيا وتعبها إلى أداب القبر أمر الذي بسرى بالجنة مرارا يقول هذا الويل لي والأمي إلا مصح مني ربي فما شعوري وشعرك يا أخي أمام هذا العمر الموت أيها إخوة حصاب الجميع هل أعددنا له الدخل؟ هل أعددنا لمواجهته؟ هل أعددنا للانتقال؟ هل أعددنا للانتقال إلى جوال رب العالمين؟ هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له يوما من الأيام يا معاذ والله إني لأشبك فلا تبعن دمر كل صلاء تقول اللهم ما إني على ذكيك وشكيك وشكيك وشكي عبادتك والنبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم لا يحب إلا طيبا ولا يحب إلا صالحا والآن يقول له الرسول والله إني لأحبك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء رتوة بحجر معاذ يسبق العلماء رتوة بحجر رضي الله عنه ومع ذلك حينما حضرته المنية وحضره الأجل وقد مات رضي الله عنه بطاع أمواس ذلك الطاعون الذي يعتبر شهادة للمؤمنين من مات فيه مات شهيدا يكتب الله عز وجل من مات بالطاع من المؤمنين الشهادة يكتب له الله الشهادة حينما كان يعاني من سكرات الموت ليلة اليوم الذي مات فيه كان يسأل من بجواره هل طلع الفجر فيقولون لا فلما طلع الفجر كيل له قد طلع الفجر فقال أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النقر يستعيد بالله أن يكون من أهل الله أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النقر وأخذ يخاطب ربه ويتودد إلى ربه يقول اللهم إنك تعلم اللهم إني كنت أخافك فقد أصبحت أرجوك ثم يقول مرحبا بالموت مرحبا بالموت ذائب مغيب حبيب جاء على ثاقه حبيب جاء على ثاقه المؤمن يفرح بالموت إذا نزل بالشين يكون عمله صالحة أما العاصي فالويل له يقول مرحبا بالموت غائب مغيب حبيب جاء على ثاقه ثم قال اللهم إني كنت أخشات فقد أصبحت اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أشد بالدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار وإنما من أجلي من أجل ضماء الهواجر ومن أجل ليالي الشتاء ومكابدة الساعات ومجالسة العلماء على الركب في حلق الزكر وعلي يقول هذا كنت أحب الدنيا لهذه الأمور لهذه الأمور لضماء الهواجر أي للصيام في أيام الصيف والحر الشديد ولليالي الشتاء أي الطويلة ليالي الشتاء الطويلة التي يطول فيها قيامه لله وتطول فيها قراءته للقرآن الكريم وقيامه وليالي الشتاء ومكابدة الساعات أي مواجهة الساعات بالأعمال الصالحات ومزاحمة العلماء على الركب في حلق الزكر كانوا يحبون الدنيا لهذه لا للدنيا ولا لمالها ولا للشهواتها أيها المسلم الكريم أيها المؤمن الكريم احذر أن يأتيك الموت وأنت في رفله عند ذلك لا ينفع الأمر ولا تقبل التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن التوبة في هذا الموقف لا ينفع هذا الموقف ليس فيه إلا حسرات واليادة قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم من مالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يقال ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل كريم أخيرني أخيرني ماذا تسمع فأصدق وأكون من الصالحين ماذا صنعت في عمرك الذي اشتهوا ذلك الأيام الطويلة ماذا صنعت بها رب لو لا أخرتني إلى أجل كريم فأصدق وأكون من الصالحين ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أيها الأخ الكريم نزل الموت بأحد الخلفاء بأحد الخلفاء فعندما نزل به الموت قال لقومه اخرجوني إلى صحن الدار فأخرجوه إلى صحن الدار فجعل يتمره بالرماد ويتمره بالتراب ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه هذه حالة العباد عند نزول الموت يشعر المالك بالضعف ويشعر بالفقر ولهذا أين الهمم أين الهمم للأعمال الصالحة أين الاستعداد قبل فوات الأمان والأوان وقبل الحسرات انظر إلى هذه الشابة من شباب التابعين بل بنت صغيرة من التابعين انظر إلى شعورها ومفاهيمها ذكر ابن الجوزي رحمه الله في عابدات البصرة أن عابدة من عابدات البصرة كان يقال لها منيبة وكانت لها بنت صغيرة ببعرتك بالعبادة أعظم من أمها على صغر سنها وكان الحسن البصري رحمه الله يتعجب من عبادة هذه الجارية الصغيرة فذات مرة كيل له يا أبا سعيد إن الجارية تحتضر أي في سياق الموت فقام الحسن رحمه الله وجاء إليها ودخل عليها قمت صغيرة فحينما رآها وجدها تبكي فقال لها ما يبكيكي قالت وما لي لا أبكي يا أبا سعيد وهذا شباب يدفن بالتراب وأنا ما شبعت من عبادة ربي انظر انظر إلى هذا الصغيرة تقول ما شبعت من عبادة ربي أموت وأنا ما شبعت من عبادة ربي أما أهل الزمان ما شبعت نفوسهم من الشهوات ولا الأموال انظر